مرحبا بكم جميعا إلى أحد أقوى دروس تعلم اللغة الإنجليزية لمن يريد أن يتعلم تحدث اللغة الإنجليزية دون أن يتعمق بالقواعد لا يريد أن ينفق المال في المعاهد أنت الآن في المكان الصحيح وأنت الآن المفروض أنك تستبيد من هذا الفيديو إذا أنت جاد في تعلم اللغة الإنجليزية لك قبل أن أنسى أريد أن نوضع لكم أني فتحت قناة خاصة لتعليم الإنجليزية للأطفال رابط قناة الأطفال في الوصف أسفل الشاشة اعطي فرصة لابنك أن يتعلم الإنجليزية منذ الصغار حتى يتعلم أساسيات اللغة الإنجليزية نعود إلى موضعنا موضوعنا اليوم أنك كيف تدقن اللغة الإنجليزية وتتحدثها في خلال فترة قصيرة جدا أنا أنزل فيديوهات لا قد ملايين بل عشرات الملايين يعني هناك فيديوهات من 13 مليون وأكثر من 13 مليون مشاهدة تتوقعوا ليش المشاهدات الكبيرة هذه يعني الناس بتتسلأ؟ لا الناس استفادت منها ويقرأوا التعليقات تتشوفوا أنه الكثير يعني بيقول انزل مثل هذه الفيديوهات وهذا سبب انزالي مثل هذه الفيديوهات ركز معايا أنت الظاهر عمامك في صبورة عشر أسئلة في قدرة قادر هنحول هذه العشر أسئلة مع إجاباتها من عشر أسئلة وممكن نخليها مئة سؤال ونخليها مئة إجابة تخيل في الفيديو واحد انت ممكن تكتشف سر يخليك بتحفظ في خلال عشر دقائق ربع ساعة شين دقيقة بدأت بتخصل على مئة سؤال ومئة إجابة واحد يقول انت ليش متركز على موضوع السؤال؟ أنا أسألك سؤال انت سألتني سؤال؟ والوحد والله أنا ما سألتك أنا فتخيل يعني أنا أسألك سؤال انت الآن أمامك شخص أمريكي بريطاني كندي انت كيف تفتح معا حوار؟ جاوبني ما هو أكيد بتوجه له سؤال يعني نعيش الدور مثلا عفوا لو سمحت فين الريسبشن الاستقبال لو سمحت أنا عندي سؤال فين أجد كذا كذا هل يمكنك أن تدلني على المكان الفلاني؟ لو سمحت كم يبعد المكان الفلاني من هنا؟ مش انت بتسأل سؤال أصلا ستين بالمئة من المحادثة الإنجليزية قبرة عن سؤال ما تعرف تكون سؤال؟ انسى المحادثة صدقني انسى إنك ممكن تتكلم الإنجليزي أغلبكم مركزي لي على العبارات عبارات عبارات جمل وفرحان جدا أنه بيأخذ جيد مونين جيد أفتنون هاوريو سيو تمورو اي لايك اي دونت لايك يا سيدي خلاص أرجوكم خلاص خلصنا هذه دروسة انتهى وعفى عليها الزمن والمفروض أنك أنت تتطور تتبحث ما بعد جيد مونين جيد مونين جيد أفتنون جيد نايت يا أخي جيد نايت أصبح على خير مع السلامة خلاص رجعت لكم ما هنتوا علي ركزوا معايا احنا فكرتنا انه انتوا بتغيروا الفعل الواحد إلى عدة أشكال فتحصل على سؤال جديد فلو عندك عشر أسئلة وغيرنا الفعل إلى عشر أفعال فيصبح عشر في تغيير عشر أصبح معك مئة سؤال يعني أين تذهب؟ أين؟ أو شي تدرب لي على نطقها where أين are أنت تكون you أين تكون أنت going ذاهب يعني أين أنت ذاهب where are you going where are you going غيرها لي الgoing هذا where are you playing أين أنت تلعب؟ واحد بتهلي ما كيف بنهاك ولا أي شخص بقولك أنا بلعب I am playing I am playing تقولك where are you playing غير لي playing هذا إلى إيش قل لك أنا بأكل where are you eating فين بتأكل قل لك أنا بشرب القهوة where are you drinking أين أنت بتشرب القهوة where are you drinking coffee بثال واللاتين قل لك والله أنا مثلا مسافر وجد صديقة hey where are you going في الراية I'm traveling where are you traveling فين مسافر بالله يقول لي فين مسافر والله أنا مسافر I am traveling to Paris فين هاتيجيس في باريس فين هاتيجيس في باريس where are you staying stay where are you staying فين هاتيجيس في باريس الله والله يقول في المكان الفلاني يعني ركز معايا انك انت حذد سؤال واحد where are you going where are you playing أين أنت تلعب where are you eating أين أنت تأكل where are you drinking كافي أين أنت تشرب وقا هو where are you struggling أين أنت مسافر where are you staying فين هاتيجيس where are you ها واحد غلق بيدرس هتقول له where are you studying فين هاتيجيس أنا هكابل فلان where are you meeting عبدالله فين هات خابل عبدالله طيب الإجابة بسيطة جدا إذا أعطي لك where are you going I am going to Paris where are you playing I am playing at school where are you eating I am eating in the restaurant أنا باكل في المطعم where are you drinking coffee I am drinking coffee in in مثلا أعطيه أعطيه اسم الكافي كذا كذا كافي where are you traveling I am traveling to London where are you staying فين هاتيجيس I am staying in the center of town في وسط المدينة where are you studying I am studying in Canada هادرس في كندا where are you meeting عبدالله I am meeting عبدالله in Bangkok in Paris in the cafe في الكافي شوف كميل جدا سؤال واحد حفظته وإجابة واحدة حولناه إلى عدة أشخاص what can you do أنت بتسأل الشخص الرامك أنت إيش تقدر تعمل what what can you do what can you do what can you do what ماذا can تستطيع you أنت do أن تعمله إيش تقدر تعمل يقول لك والله أنا أقدر أعمل أي حاجة سألته طيب what can you do غير اللي do what can you cook إيش ممكن تطبخ what can you draw إيش ممكن ترسم what can you fix إيش ممكن تصلح what can you آآ مثلا pain إيش تقدر ترسم لنا أو تلوي لنا what can you build جاء لك مهندس ولا لك أنا أقدر أبني I can build what can you build إيش ممكن تبني فيقول لك I can build anything I can paint anything أقدر أرسم إيش I can fix أقدر أصلح لك anything I can draw anything I can cook anything مين ها السوبر من اللي بيعمل كل حاجة what can you ها what can you مثلا write إيش تقدر تكتب what can you tie إيش تقدر تطبق على الكمبيوتر what can you make أنا بلك أستطيع أن أنا أصنع الكيك what can you make والله I can make strawberry cake أقدر أعمل لكم أنا I can make strawberry cake keep الفراولة who will come وهتقول لي لا أنت جبت السؤال أعطينا الإجابة يا سيدي قلنا what can you do ماذا تستطيع أن تعمل I can do anything what can you cook I can cook spaghetti I can cook فحس I can cook معصوب أي معقولة يا جماعة I can draw anything who will come من سوف يأتي من سوف يأتي من الذي سوف يأتي غير الكم شوف انت خد بالك ان الجانس غير الدول وبغير الدول وبغير الكم ونفس الكلام هنغير هذه بس هنوصل ها who will come من سوف يأتي who will استدي من سوف يدرس who will visit us من سوف يزور نا who will call you من سوف يتصل بك who will give you the money من الذي سوف يعطيك المال خد هناك انا بأطيك طريقة انت بتحفظ 10 اسئلة اول شيء احفظ 10 اسئلة وبعدين هنقوم هنغير كل الوحدة الى 10 اسئلة اخرى سار معك 100 سؤال وانت اصلا اجاباتها سهلة هيصبح معك 100 اجابة انت تخيل لي وضعك كيف يكون المسألة واحد يقول انت تحتاج وقت ياخي قسم الفيديو هذا لو انا 1 2 3 ثلاثة اسئلة مع تغييرتها كل يوم ثلاثة اسئلة يا اخي كل يوم سؤالين بس النتيجة الرائعة من الذي سوف يرسل المال من الذي سوف ايش تكيري باي سؤال اعطينا فعل من الذي سوف يشتري يعني ما تقدر تكمل الجملة البساطة عندي من الذي سوف يبيع عندي من الذي سوف يشتري طيب الاجابة من الذي سوف يشتري انا اللي هاتي ممكن تقول محمود سميرا من الذي سوف يتصل لنا محمود الاجابة يتصل من الذي سوف يتصل الفلوس مي بابة اكيد هذه which is older ايهما اقدم which is nice which is cheaper ايهما ارخص which is worse ايهما اسوأ لانه بال الوش ايهما اسوأ which is worse which is richer او ايهما اغنى مافيش دا الاجابة عنوك الوش هنا بيسأل على شيء غير عاقل يعني فانا ركزوا معي على الولدر والنائسر والتشيبر والوارس هل بنسعر على غير عاقل يعني مش على شخص يعني اه واحد المطابل وبيسعر على العاقل. هنقول هو هو ايز غيتشر من هو اغلل. لانه الويش بديسعر على غير عاقل. لكن الهو بيسعر على العاقل. فانا بدايما ببحث على صفات بتصف لنا مثلا المنزل. ايهما اقدم ايهما افضل ايهما ارخص ايهما اسوأ ايهما مثلا اه اغلى. مور اكس بن سب ايهما اقل ويش از اه مثلا فاستر مثلا الحيوان هاد ايهما اسرع ايهما سترونجر اقوى يعني ممكن تيجع الحيوان والجمال طيب بسيطة واحدة يقول لك ويش ايهما ازبط افضل الاجابة بسيطة ممكن تختار الشيء هذا تقول this book is better هذا البيت اقدر this house is older هذا البيت اقدر this is nice افضل is cheaper more expensive اغلى when will you come back متى سوف تعود متى سوف تسافر when will you go متى سوف تذهب when will you sleep متى سوف تنام when will you get up متى سوف تستيقظ او wake up متى when will you call me متى سوف تتصلي when will you meet متى سوف تقابل علي نغيرها when will you buy متى سوف تشتري المنزل when will you sell متى سوف تبيع بسيطة i will travel i will go at 6 o'clock i will sleep at 4 o'clock i will get up at 7 o'clock بسيطة يعني how was your weekend كيف كانت سوفته how was يام في وقت كيف كانت رحلتك كيف كان اختبارك كيف كانت حالتك الموسيقية كيف كانت حالتك الموسيقية أيضا رحلة كيف كانت واجبتك كيف كانت واجبتك كيف كانت واجبتك طبعا الإجابة تكون كيف كانت Australian أ Born كيف كانت واجبتك كيف كانت واجبتك كيف كانت كيف كانت بلدى المطار كيف كانت يبعد المتار كيف كانت أن تسأل تحدي كيف كان مبعين المطار الكلمة ق hag كم تبعد المدرسة كار عائ Buddha إلحية المقلات كار عائل كار عق Birds كار عائل مال المال الفنان ممكن تذكر اسمه العرب مول الريف سي مول كم يبعد مثلا هاو فار ايز دا نقول مثلا الريستراند كم يبعد المطعم البانك وكما قلنا الإجابة يقول لك واحد It is about 5 كيلو 10 كيلو What is the difference between هذا من الأسئلة الحلوة التي تخليل وقتك بالي زي جميلة تقول لك واحد What is the difference ما هو الفرق between بين تقول له America and France America and France What is the difference What is the difference احفظوا احفظوا What is the difference What is the difference What is the difference between بين Sport and music English and French اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية Cats and dogs ما الفرق بين القطط والكلام ما الفرق بين هذا الكمبيوتر يذكر اسم الماركة تبعه Dill و Icer What is the difference أنا حب أعرف يعني أنا حب أشتري What is the difference هنا الشرح بيكون شوي مطول ممكن يقول لك This is better هذا أفضل This is cheaper أرخص This is more expensive هذا أغلى يعني اختلف الإجابة هنا How much rice do you want من أكثر الأسئلة بتحتاجها وأنت تدخل بقالة أول سب الماركة فتحتاج رز تقول Could you please give me rice please How much rice do you want كم تريد الرز لأنه غير معدود فأقول How much طبعا هنغير الرئيس لأنه غير معدود How much sugar do you want ممكن نقول How much بدل الرئيس هذا هيتغير How much sugar do you want How much salt do you want أي شيء غير معدود How much water do you want How much milk do you want How much soda يعني أنت الآن How much كأنك بتعطيه بس بتيسأله كم تريد How much rice do you want طبعا الإجابة I want 1 كيلو 2 كيلو طبعا أو نقول I want a little please A little يعني قليل آخر سؤال Is it easy or difficult Is it easy or difficult هل هو سهب Is it هل هو easy سهب أو difficult أو صعب هنا أتغيرها أنت بتتكلم على شيء معين على المنزل Is it big أو small هل هو كبير أو صغير Is it new جديد أو old قديم Is it beautiful أو ugly جميل أو قبيح Is it cheap أو expensive رخيص أو غالي لا أريد أن أطول فيديو لكن لو عدت فيديو من البداية سترى أن خرجني بفائدة جبارة شيئا لك وهذا مع زملائك خلي زميلك استفيد خلي الخير على الجميع لا أريد أن أطول أكثر من كذا فيديو لكن لا تنسوا الاشتراك في قناة الأطفال أنا محتاج دعمكم في اشتراك في قناة الأطفال ما زالت جديدة وخلوا الأطفال يستفيدوا منها جميعا أدمن لكم التوفيق والنجاح ولا تنسوا إنكم تعدوا فيديو من البداية عشر أسئلة تصبح عشر كل سؤال عشر نحول العشر أسئلة ونحول عشر جابات مئة سؤال مئة إجابة فائدة كبيرة جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نحول عشر نحول عشر أسئلة المترجم للقناة